السلام عليكم خوتي اي شاء الله يرابيكم بخير معكم اخوكم كمان من قناة بلونتيزات انا جايبكم خبري فرع اصحاب العيون دي ما تسقطوني العيون العيون ياضغ العيون اهال عيون خوتي والي وهراء راعتكم تمام في العيون داكور وهذا خوتي هذا الخبر جامل من صفحة الرسمية لولاية وهراء راح نخليكم الرابط التاح في صندوق الوصف داكور خوتي لكن قبل ما نبدأ في الهضراء ماذا بكم خوتي الدعم انتعكم يهمني بزده فلن THEY دعقونا باللايك دعموا الليك باش يوصل لهذا الفيديو ويوصل اكتر ناس اكتر حسبها يعني ممكنها داكور الخوتي ولن ينشفها ليس يمشتركها متنساش تشترك في القناة وتفعل الج porn الالحاجة اللي الاولى الخوتي والياس تبدأ مل عنصر كما راكم تشوفوا كأن خبري فرحنا أصحاب العين خوتي كأن خبري ضريمو سيفرح أصحاب العين وصحاب العنصر كما راكم تشوفو خوتي زيارة السيد الولي ولاية بلدية دائرة عين الترك داكو الخوتي في عين الترك يعني راتما في عين الترك هؤلاء خبري خوتي عنده 27 دقيقة من اللي يطلع تفقد الملعب البلدي بالعنصر ومشروع 120 مسكن كاين 120 مسكن خوتي اللي راه في العنصر مواصلة زيارة الميدانية ضائرة عين الترك عين السيد الولي ولاية مشروع تهيئة الملعب البلدي بالعنصر مشروع تهيئة الملعب البلدي بالعنصر أين أعطى التعليمات بضرورة أنهاء أشغال تهيئة الملعب بما فيها المدرجات وموحيط يعني في نوخيزي لكملو داكستاد قد قصد توفير أفضل شروط للشباب المنطقة في استغلال هذا المرفق الرياضي عام الرياضي العام حيث كلف مودي الإدارة المحلية بتقييم إعانة مالية يعني إعانة مالية باش يكمل باستكمال كل الحصاص وإنجاز مسروع ووفق المعايير المطلوبة ذاكرو خوتي هذه فيما يخص الأسطار أما خوتي فيما يخص 120 مسكن المتوقفة قلت منذ عدة سوناوات فقط أعطى يعني سيعطاهم الإشارة باش يبدوا الوالي تعليمات سارمة بضرورة تصوية كافة إشكاليات واستئناف الأشغال في أقرب وقت ممكن خوتي كما راكم تشوفوا هادي هو الصورة خوتي وليوهران هنا في الملعب وهذا هو المشروع 1220 مسكن كما راكم تشوفو خوتي ولوهران راحنا يا اولا هذا هو المشروع خوتي 1220 مسكن يعني يعطاهم كما يقول لك الإشارة باش يبدوا يخدموا فيه بس كل مشروع هذا راعدك في ليبوتو ها كما تشوفوا خوتي راعدك في الأرضية كما راكم تشوفو خوتي هاولا راعدك في الأرضية هذا في بلدية العنصر خوتي باش تكونوا متفاهمين هذا في بلدية العنصر تاكون خوتي أما الخبار الثاني خوتي واللي رحل رحوله كما رحكم تشوفوا لهم نبزاف واللي فيها أصحاب القائمة زيارة سيد الوالي ولاية لبلدية دائرة عين الترك تفقد مشروع 500 مسكن خوتي هذا هو البروجي تفقد مشروع 500 مسكن عمومي إيجاري ببلدية العنصر ومواصلة لزيارات ميدانية لتفقد مشاريع تنموية بمختلف البلدية الولاية قام السيد والي ولاية دواران صباحا اليوم السبت 2 أكتوبري يعني اليوم 2021 رفقة السيد رئيس المجلس الشاب الولائي وبخصوص سيد المندوب المحلي لوسيطة الجمهورية ومدراء الهيئة التنفيذية لعدد من المشاريع تنموية ببلدية دائرة عين الترك كما رحكم تشوفوا خوتي في أول نقطة من زيارته تفقد السيد والي مشروع 500 مسكن خوتي هذا اللي قلتكم عليه عموم إيجاري ببلدية العنصر تذكر خوتي في بلدية العنصر وقد أعضى تعليمات السيد رئيس الدائرة بالإفراج عن قائمة المستفيدين قبل العاشر من شهر أكتوبر الحالي داكو الخوتي يعني رح تخرج قبل عشرة أكتوب من الشهر هذا اللي رانا فيه خوتي فليادا نقول إن شاء الله يارب يفرحكم وتكونوا قام مستفادين 500 مسكن خوتي اللي يوجد ببلدية العنصر وهذا وقد استمع السيد الولي لانشغالات عدد من المواطنين البلدية كما رحكم تشوفوا خوتي رح شوفوا صور كما رحكم تشوفوا هذا وهنا والي بلاية فهران وهدو من المساكن اولا خوتي كما رحكم تشوفوا هدو سكاني من داخل خوتي هدو مثل عنصر شابين ما شاء الله كما رحكم تشوفوا أما الباطمات هدو هدو من خوتي هدو تسرك بالإيجار لبلدية العنصر هدو سحاب العنصر خوتي كما رحكم تشوفها هدو من الداخل الله يبارك ما شاء الله والله اغلاء شابين. كما تشوفو خ Wissenschaft يا رب ان شاء الله تفرحو. اكترية الناس اللي تستفير ان شاء الله وتفرحوا ان شاء الله وخاصة الناس المغبونين. ربي فرحكم ان شاء الله خاصة دماغ كدهم الباطنينة ان شاء الله دماغ دماغها هذا هو الخبر خهوتي الليHO Brooke Geень ستنعى شكركم الله ليست فيها قبل ٦ أوكتوبر دماغ ما شاء الله ربي فرحكم خلوتي ما تنسونا اشبرك بالاشتراك والدعم باللايك اخوتي وما بقى لي هنا غير نقول لكم دائما قارؤوا لي اخوتي باخبار جديد وكما يقول لك ما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته